السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرجل الذي سيستخرج كنز الكعبة في آخر الزمان تعالوا نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك كنز عظيم سيكون تحت الكعبة بل وأخبر أنه سيقتتل على ذلك الكنز ثلاثة من أبناء الخلفاء ولكن لن يكون ذلك الكنز من نصيب أي واحد منهم ففي الحديث الذي هناك خلاف على صحة وهذا للأمانة العلمية لكن إسناده لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم طبعا الكلام ده يكون أبل ظهور المهدي أبل ظهور المهدي الذي هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي سيستخرج كنز الكعبة هو رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين اسمه إيه؟ ذو السويقتين هيكون الكلام ده إم تبقى؟ سيكون في آخر الزمان عند هدم الكعبة طب الكعبة هتهدم الشيخ محمود نعم هدم الكعبة علامة من علامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي ستكون بعد وفاة عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معلوم أنه سيظهر المهدي عليه السلام ثم بعد ذلك سيظهر المسيح الدجال تمام؟ والمسيح الدجال هي ظهر إمتى؟ طبعا المهدي عليه السلام سيأخذ مجموعة من المعارك منها طبعا المعركة الكبرى أو الملحمة الكبرى اللي هي معركة هير مجدون كما هي مكتوبة في كتب أهل الكتاب لكن هي عندنا في السنة اسمها الملحمة الكبرى بعد الملحمة الكبرى مباشرة فتح القسطنطينية مرة ثانية في آخر الزمان ولكن بغير قتال كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في كتاب الفتن لمن أراد أن يراجع الحديث هيظهر المهدي عليه السلام يقود مجموعة من المعارك من بينها أدبر ملحمة على وجه الأرض التي سيقاتل فيها المسلمون عددا كبيرا جدا من نصارى الروم سيبلغ عدد جيش نصارى النوء الروم 960 ألف مقاتل تمام؟ وطبعا ده شرحناه في درس الملحمة الكبرى لمن أراد أن يرجع إليه ثم بعد ذلك مباشرة فتح القسطنطينية بغير قتال ثم بعد فتح القسطنطينية مباشرة يظهر المسيح الدجال فإذا ظهر المسيح الدجال يأذن المولى عز جل لسيدنا عيسى عليه السلام الذي رفع إلى السماء حيا أن ينزل مرة أخرى لما رفع إلى السماء كان سنه أديه كان سنه 33 سنة وهو ما زال حيا حتى هذه اللحظة حيا يرزق تمام؟ وينزل في آخر الزمان والعمر الثابت لا يتحرك ينزل برضو عنده 33 سنة فيمكث في الأرض السبع سنين لحد ما يبقى عمره 40 سنة ثم يموت ويدفن في الأرض عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بعد ظهور سيدنا عيسى عليه السلام طبعا ستكثر البركات من عند المولى عز جل فيأمر الأرض فتخرج بركتها ويأمر السماء فتنزل بركتها بفضل الله حتى يرى الناس سبع سنين من أعظم سنوات الرخاء والنعيم على وجه الأرض واضح كده؟ ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام بعد أن يحج إلى بيت الله الحرام سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بعد أن يحج يموت سيدنا عيسى ثم بعد ذلك يبدأ الناس يتناقصون في الإيمان وفي التقوى وفي الطاعة إلى أن يصل الأمر عيازا بالله أن يترك الناس الصلاة والعبادة والإيمان ويصبح أكثر الناس لا أقول كلهم لكن أكثر الناس يصبحون على غير الإسلام فتأتي الريح اللينة بعد علامة الدخان تأتي الريح اللينة لأن بعد سيدنا عيسى عليه السلام سيكون طبعا فيه ظهور يأجوز مأجوز ثم يهليكم المولى عز وجل ثم يعيش عيسى عليه السلام مع المؤمنين ومع المهدي عليه السلام أجمل سبع سنوات ثم بعد ذلك يموت عيسى عليه السلام ثم تأتي بقية العلامات الكبرى كطلوع الشمس من المغرب وظهور الدب ثم بعد ذلك علامة الدخان إلى غير ذلك من العلامات بعد علامة الدخان وهي علامة من علامات الساعة الكبرى سيكون بعدها علامة صغرى اسمها الريح اللينة أو الريح الطيبة يبقى أول حاجة من علامات الساعة الكبرى ظهور المسيح الدجال ثم نزول عيسى عليه السلام ثم ظهور يأجوز ومأجوز ثم طلوع الشمس من المغرب ثم ظهور الدب العلامة السادسة طلوع الدخان أو ظهور الدخان بعدما يظهر الدخان تمام إيه اللي يحصل بعدها تظهر علامة صغرى ليه الريح اللينة أو الريح الطيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى أحد من أهل الإيمان ولا يبقى إلا الكفار فهنا بقى خلاص لا في حد بيحج ولا حد بيقرأ من القرآن فهنا تأتي علامتين من علامات الساعة الصغرى ألا وهي العلامة الأولى رفع الكرآن من المصاحف ومن الصدور وقد ورد فيها حديث رواه الحاكم وابن ما جاء بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية ودي علامة من علامات الساعة الصغرى فيرفع الكرآن ثم تهدم الكعبة مين بقى اللي يهدم الكعبة؟ رجل من الحبشة اسمه ذو السويقتين هو هو اللي يهدم الكعبة هو هو اللي هياخد الكنز أو يكتشف الكنز اللي موجود تحت الكعبة ورد في ذلك حديثان صحيحان الحديث الأول رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يخرب الكعبة أو يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه الآن وهو ينقضها حجرا حجرا بيقول كأني شايفه دلوقتي وهو بيهدم الكعبة حجر حجر ولا حول ولا قوة إلا بالله الحديث الثاني رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوا الحبشة ما تركوكم يعني ما تحاولوش تستفزوا أهل الحبشة لأنهم عندهم قوة شديدة جدا في الحروب قال اتركوا الحبشة ما تركوكم فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة إذن ذو السويقتين رجل من الحبشة يأتي في آخر الزمان يهدم الكعبة ويستخرج الكنز الذي تحت الكعبة مع أنه قبلها بكتير وقبل ظهور المهدي هيقتتل عشان الكنز دا ثلاثة من أبناء الخلفاء لا يستطيع واحد منهم أن يصل إلى ذلك الكنز فأسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من فتن آخر الزمان وأن يقبض أرواحنا إليه ورادل عننا وأن يرزقنا حسن الخاتمة أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يوسع أرزاخكم وأن يقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم وأن يرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته